في واشنطن طالب سكوت غريشن المبعوث الأمريكي للسودان بمزيد من المساعدة الدولية لضمان الأمن في الاستفتاء الذي يعتزم إجراؤه مطلع العام المقبل في جنوب السودان وعرب غريشن عن قلقه من أن الاستعدادات غير الكافية بعد لإجراء الاستفتاء الذي قد يسفر عن استقلال الجنوب وحذر غريشن أن مسائل هامة مثل ترسيم الحدود ونسب تقاسم الثروة النفطية لم تقرر بعد وأن الإشراف على هذه المسائل يستلزم مشاركة دول أخرى إلى جانب الولايات المتحدة